طيب نبتدي مع حضرتك بحكم يعني اللي فات من عبرك كله وعايزينك تكلمنا كده عن تفاصيل هذه البطولة اللي اختتمت فعلياتها مؤخرا وهندخل بقى انطلاقها من النقطة دي في كتير من التفاصيل احنا البطولة اللي فاتت دي هي كانت البطولة الشتوية لرياضة الشراع بانواعها المختلفة رياضة الشراع باختصار هي يعني معتمدة اعتماد كله على الهوى بيبقى مركب ركبها شخص واحد فيها طبعا طرازات مختلفة في عندنا حوالي اربع طرازات بيبقى بيختلف من كل طراز للتاني السن والوزن فالبطولة اللي فاتت دي كانت بطولة الجمهورية الاندية كلها بتتجمع هم كانوا كم نادي تقريبا ستة او سبع اندية الاندية كلها بتتجمع بكل اللعيبة اللي موجودين عندها وبيشاركوا بنفسوا بعض طبعا كل طراز النادي بيشارك بالطرازات المختلفة هو معلش انقسف لمواطعاتك سيد علي بس برضو ارجع اي تاني انا هنا برضو عايزة يعني اعرف من منطلخ ان حضرك عضو في الاتحاد هو ليه العدد قليل هل لان طبيعة الرياضة دي تستدعي يعني ما هيش كرة خدم فعايزة لها ملعب ما هيش مثلا باسكتبول فعايزة لها ملعب باسكتبول احنا نتكلم على الرياضة مائية فهي ده مخليها مجبرة على ان النوادي اللي يكون لها فعالية في هذا الاطار تكون النوادي مطلة على اي مساحة مائية سواء النيل او بحر او كده ليه مش اكتر من كده باختصار هي علشان الرياضة بتتطلب كل نادي يبقى عنده اكسس مثلا على النيل او لو هي في البحر لازم يبقى عنده شاطئ على البحر فبالتالي مش كل الاندية بيبقى عندها الابشن ده بالزبط يعني احنا الاندية المسجلة في الاتحاد حوالي 10-12 نادي والفاعلين فعلا هما 6-7 اللي شاركوا في البطولة اه بالزبط فيه ساعات بيبقى فيه ناس ممكن بتشارك في البطولة ما تقدرش تشارك في البطولة دي بتشارك في اللي بعدها وهكذا لكن كل نادي طبعا علشان هي رياضة مائية فلازم يبقى فيه اكسس على البحر والنيل او النيل